لعبة شيئين طبعاً مثل ما تعرفون هاي اللعبة كل فترة وفترة تتحدث أو كل فترة وفترة تتحدث هاي الدوامة أو هاي المربعات أو هاي اللعبة السحبة الموجودة بيها والناس تلعبها وتبلش تنشر الكود مشان تأخذ على كل واحد تنشره 0.03 نقطات طيب بداية الناس ليش تنشر هاي ليش تنشر أكوادها اليوم راح أشرح تجربتي بهاي اللعبة بداية أني أيضاً كنت عندي كنت أنشر عن هاي اللعبة وكنت أيضاً أنزل كودي واللي تابع قناتي من زمان راح يعرف أني منزل عن هاي اللعبة من أكثر من تقريباً من عشر شهور يعني من زمان شثير لأنه كانت اللعبة غير هاي الدوامة الموجودة الآن أما الدوامة هاي تغيرت مع الوقت لكن اتضح لي أن هاي اللعبة أساساً أغلب هاي اللعبة تنصب لأنه أساساً اللي يدخلون على كودي أغلبهم ماطصاً لدعواتهم مع أنه اللي بتابع قناتي سابقاً ما نزلت مقاطع فيديوهات وما نزلت مقاطع فيديوهات يثبت هذا الشي كم مشاهدات عندي على مقاطعي اللي منزل بيه هنا الكود وما وصلني ولا عملة ولا ربحت من أي شي من هاي اللعبة لهذا أنا منصح الناس أنها تنزل هاي اللعبة وتروح المجهودة اللي تبذلوا بهاي اللعبة مشان تدعو ناس على هذا البرنامج أو على هاي اللعبة لعبت شيئين وبالنهاية ما تستفيد شيء يعني تروح تعبها على الفاضي أو تنشر كوده أكثر من مقطع وآخر شيء ما تستفيد أي شيء من هاي اللعبة لهذا اللي داخل هاي اللعبة أو اللي نشر كوده فيقدر يقول لي شكود ربح من هاي اللعبة يعني إذا كان ربح مرة وحدة أو مرتين أو هكذا شيء لأنه بدك تدعو أكثر من يعني ألف شخص حتى تحصل على سحبة مرة وحدة ومنين تجيب هذول الأشخاص اللي راح تدعيهم بهاي بهاي اللعبة ويكونون منزلين أول مرة اللعبة فهاي اللعبة أظن أنها لعبة تنصب لها أكثر ولا أقل فأنصحك من كما تلعبونها وتقدرون تراجعون قناتي وتشوفون المقاطع السابقة سلامتكم